لكي لا يكون الحديث عن اتهامات دون أدلة أقتبس البيان الذي صدر اليوم من خلية الإعلام الأمني وسمت الأطراف بأنها الجماعات اللادولة ومعروف بأنه الخطاب الحكومي عندما نتحدث عن جماعات اللادولة المقصود به الفصائل المسلحة ذات الغطاء السياسي والتي لديها سلاح سياسي وأعتقد بأنها هي المستفيدة من هكذا أعمال مستغلة بذلك الحكومة في نهاية عمرها في طريق تشكيل حكومة جديدة هذه الحكومة ليست مكتملة الصلاحيات بانتظار الحكومة كاملة الصلاحيات وأيضا في ظل وجود أزمة سياسية خانقة هذه الأزمة السياسية هي ليست خانقة للعراق وليست خانقة للأطراف الفائزة في الانتخابات إنما هي خانقة للأطراف التي خسرت الانتخابات ولا تزال تتمسك بالعديد من الأوراق لكن كل الأوراق التي تتمسك بها هي أوراق مسلحة فبالتالي أعتقد بأنه من يستفيد أو من يحاول أن يخلط الأوراق ليس جهات خارجية أو جهات داخلية تريد أن تمرر عملية تشكيل الحكومة وفقا لتوقيتاتها الدستورية بل الخاسر من غيابة في المرحلة المقبلة في ضر الشروط مباشرة من قبل زعيم الكتلة الصدرية هو من يحاول أن يستغل هكذا أوضاء ولنترجم هذه الرسائل ليس فقط استهداف مطار بغداد على الرغم من الحدث جلل والحدث مهم جدا وخطير للغاية لكن هو لا يختلف عن الحوادث السابقة يريد هذا الطرف من خلال التسمية الحكومية الاتهام الحكومي وأيضا من خلال الصواريخ المستخدمة تريد الجماعات المسلحة والفصائل ذات الغطاء السياسي أن توصل رسائل مباشرة أولا إلى السيد مقتدى الصدر باعتبار أنه يضع فيتو على اتلاف دولة القانون بأن الرسائل التي يتحدثون عنها أو التي يحاولوا إيصالها أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى مطار بغداد وإلى رئاسة الوزراء وإلى رئاسة البرلمان وإلى أقليم كردستان وإلى كل المنشآت الحيوية الموجودة فيها العراق وبالتالي لكم أن تتخيلون ما هو حجم الفوضى الذي سيواجه الحكومة المقبلة إن مضى الصدر وحلفاء دون الإطار التنسيقي أو دون طرف واحد من الإطار التنسيقي وأعتقد أن هذا الطرف هو من يدير كل هذه العمليات باعتباره طرفا متضررا لا سيما وجود تصريحات من الكتلة الصدرية بأنه في طريقة لفتح ملفات مهمة فيما يتعلق بسياسات إتلاف دولة القانون وقضايا مهمة مثل الكهرباء وأيضا قضايا الطاقة دكتور يعني ما أعرف إذا تتفق أو لا مع البيانات اللي جاءت من خلية الإعلام الأمني ورئاسة الوزراء وحتى الأمم المتحدة ربما لأول مرة تتحدث جميع هذه البيانات بهذه الصراحة بيان رئيس الوزراء ذكر ودعى تحديدا القائد العام يقول بصفته كقائد عام للقوات المسلحة أدعو كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم قواتنا الأمنية في عملياتها ضد مطلقي الصواريخ شن السبب هذه الدعوة؟ هل هذا معناه أن هناك عمليات ستحدث فعليا على أرض الواقع بالتالي رئيس الوزراء يمهد ويجعل الكتل السياسية أمام أمر واقع وهو رفع الغطاء السياسي والتبرئة من هذه الفصائل بكل تأكيد لا ننتظر من السيد رئيس الحكومة أن يدين هذا أكذا أعمال أو يطالب الآخرين بإدانة هذه الأعمال هناك واجبات حكومية وهو مسؤول عن الأمن ومسؤول عن تعقب هذه الجماعات لكن أعتقد بأنه الطلب بالإدانة هو تعبير واضح ورسالة واضحة بأن الحكومة بحاجة إلى الدعم لمواجهة هذه الجماعات وأن هذا الملف الأمني الخطير ملف التدخل السياسي من السلاح السياسي ومن الفصائل المسلحة في إثارة الفوضى هو بحاجة إلى دعم من الأطراف الحكومية السياسية والتي تجنب نفسها اليوم نتحدث عن مفصل مهم في تاريخ العراق الجماعات التي ترعى أو الأطراف السياسية التي ترعى هذه الجماعات الإرهابية ستكون تحت طائلة المسائلة في قادم الأيام أو في الأشهر القليلة القادمة عندما تنتخب الحكومة الجديدة وهناك أولويات لهذه الحكومة فبالتالي دعم الحكومة الحالية هو مطلوب من قبل هذه القوى السياسية وربما هذا ما يتحدث به رئيس الوزراء لكن أعتقد بأنه لن يحصل على دعم من أطراف متورطة بالأساس في انتهاك سيادة العراق دكتور تغريدك الأخيرة خطيرة جدا فيها معلومات كبيرة جدا المفروض تكون مبنية على وقائع ومعلومات أيضا تتحدث بأن الصواريخ اللي استهدفت مطار بغداد هي ذات النوع التي استهدفت القرمة قبل أيام واستهدفت قاعدة كي اي ون في كاركوك عام 2019 ومطار اربي للدولي عام 2021 وعمليات أخرى تبنتها سرايا ومجامع مرتبطة بالحرس الثوري بناء على ماذا هذا الكلام دكتور طبعا أغلبها معلومات معلومات معلنة ومعلومات علنية وتقارير صحفية تحدثت وكشفت هذه المعلومات ليس الآن منذ أكثر من عامين هناك معلومات تقول بأن إيران نقلت هذا النوع من الصواريخ إلى سوريا ومن سوريا تم توزيع هذه الصواريخ إلى ميليشيات داخل العراق وإلى حزب الله في لبنان وبالتالي عندما نقارن هكذا أنواع وهذا النوع من الصواريخ والأستاذ الكناني موجود وخبير أمني نوعية الصواريخ هي 107 ملم استخدمت سابقا في كل العمليات ويتسمى صواريخ فجر واحد هذه صواريخ إيرانية الصنع وبالتالي استخدمت في الاستهداف بعض نوع الاستهداف التي حصلت على مطار أربيل وقاعدة كيوان وحتى في عمليات تبنتها جماعات ظل أو جماعات شبحية تنتمي بشكل مباشر إلى الحرس الثوري الإيراني خلال عام 2020 وعام 2021 إذن المصدر واحد والمورد واحد والقائم بالفعل هو الطرف واحد هذا الطرف هو المسؤول عن كل هذه العمليات